تاخد هدية النهاردة؟ طيب يلا هدفعوا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اتدفع عندنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش معنا النهاردة اللي قول تدفع يا عام الشيخ لاني دايما نقول للناس كده ما تتصدقوا يا اخوانهم فقولك انت ما ورقش الا الفلوس هو انت يعني مش كل شوية تقول لنا هاتوا فلوس عشان كده اوعى في هدية النهاردة تفتكر ان كل الصدقة فلوس النهاردة بقى الهدية للمساكن اللي زحلاتي للفؤر اللي زحلاتي للناس اللي مرتبهم متأخروا ما أبضوش مثلا ولا حاجة ولا الناس التعبنين ولا الناس البخل اللي زحلاتي ولا الناس اللي ما تملكش النهاردة تصدق كل يوم ابن حبان في صحيحه والسند فيه كلام للأمانة العلمية بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه بيقول ايه اسمع النبي دي هدية النهاردة ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة ما عندوش فلوس بخيل مرتبه متأخر قول اللي انت عايزه فليقل في دعائه اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فانها زكاة يلا عايز تزكي يلا عايز تصلي يلا عايز تتصدق اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول لو حضرتك بخيل او ما عندكش فلوس او ما عندكش صدق وعايز تتزكى او تصدق او تتصدق اللي عليك تقول اللهم في دعائك طبعا اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فانها زكاة سيدنا عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه وارضاه بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله اكبر ايه الجمال ده ده انا مش عايز حاجة الا اول مصحة استغفر الله العظيم لكل مسلم ولكل مؤسلمة ولكل مؤمن ولكل مؤمنة يكتب لي بعددهم حسنات اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بانا زكيت شفت هدية النهاردة جميلة ازاي وتوفى لك ازاي ازاي ترجمة نانسي قنقر